توني بلير لدينا تقريباً عشرين دقيقة لذا من فضلكم كما باستخدام هذا العنوان الألكتروني مرة أخرى لو كان لديكم أي سؤال ترغبون في توقيه إلى السيد توني بلير تفضلون لما نلتقي منذ فترة من الجيد أن نلتقي بك هنا بدلاً من لندن أود أن أسألك عن نوع الرسالة التي ستتركها عندما تأتي هنا في مصر في اجتماعاتك غير الرسمية لقد اشتركت في الكثير من عمليات التحول ليس فقط كرئيس وزراء ولكن ما نراه في إفريقيا الآن هو أن هناك الكثير من البلدان تتسير في اتجاهات مختلفة ما هي الرسالة التي يمكن أن توصلها؟ طبعاً هناك توقع كبير بتغيير ملموس وبيك صفة السياسية إذن السياسية دائماً ميويور صعوبة في تقديم التوقعات شكراً يسعدني أن أتواجد معكم هنا أول شيء هو أعتقد أن عقد هذا المؤتمر والطريقة التي نظم بها هذا المؤتمر والطريقة التي حضر بها الناس هذا المؤتمر هو فعلاً علامة على الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري إذن أود أن أقول للناس أن الحكومة والإدارة هي عمل صعب وأصعب شيء في الحكومة هي أن تأخذ الأفكار العظيمة وأن تحولها إلى حقيقة أود أن أقول أننا نعمل في أفريقيا وأن أعمل في دول أخرى مختلفة في كل أنحاء العالم في كل مرة أتحدث فيها مع رئيس جديد أو رئيس وزراء جديد أقول لهم عندما جئت للمرة الأولى إلى داونينغ ستريت أعتقد أنني أصبحت رئيس وزراء سأجلس في غرفة الحكومة وأنني إذا ما اتخذت قراراً شيئاً ما يجب أن يحدث ويحقق على الأرض ويحدث شيء كان هذا خطأ كبير إن اتخاذ القرار أن شيئاً ما يجب أن يحدث هو فقط نقطة البداية بعد ذلك يجب أن تقوم بعمل أشياء أخرى كثيرة هناك المصالح التي ستتدخل والبيروقراطية وأيضاً الممارسات القديمة التي ستتدخل إذا يجب أن تتياوس كل هذه الأشياء بالنسبة لي أعتقد أنه مع مصر ما هو جيد وما هو ممكن التالي على المدى القصير أرى أن الحكومة تأخذت قرارات جيدة قانون الاستثمار الجديد وهناك إصلاحات صعبة متعلقة بالدعم على الوقود وهم أيضاً يشجعون القطاع الخاص وهو في حد ذاته أمراً عظيماً ولهذا المعدل النمو ينمو ومعدل العكس يتناقص إذن كل شيء يجب أن يتم عمله من أجل توفير البيئة المواتية للاستثمار ولكن النقطة الثانية هي على المادة الطويل كيف يمكن أن نعلم القوى العاملة تدقيفهم وتعليمهم للقرن الحادي والعشرين كيف يمكن أن تحدد المستقبل الخاص بقوة العمل هل الأمر يعتمد على الوظائف أم المهارات في أفريقيا هناك الكثير من المناقشات ونحن هنا لدينا دولة ثلثيها منهم أقل من ثلاثين عاماً التعليم التعليم للعالم الحديث هذا هو ما أتحدث عنه وهنا تأتي السياسة والإدارة لو كنا نرغب في قوى عاملة ملائمة للمستقبل يجب أن نثقف ونعلم الشباب على الانفتاح وقبول آراء منهم مختلفين عنهم ولهذا أي تعليم يعلم الناس أن أولئك من هم من دين أو ثقافة مختلفة هم من الغرباء ليس هذا هو تعليم القرن الحدي والعشرين وليست هذه مصر للقرن الحدي والعشرين ولكن من يحتفي بالتنوع هو من يصلح القرن الحدي والعشرين يجب أن نتأكد من أن المرأة ستصبح شريكاً أساسياً في القوى العاملة ولا يوجد أي اقتصاد ناجح اليوم يمكن أن أفكر فيه نجد أنه لا يوجد فيه محاولة على الأقل ليس لضم مزيد من النساء إلى قوة العمل ولكن الحق مزيد من النساء في المراكز القيادية إذن أرى أن الإصلاح التعليمي أمر مهم على المدى القصير والطويل في 2003 تحدثنا عن إشراك المرأة في قوة العمل وأنت هنا تكرر هذه النقطة مرة أخرى فيرنان سواريم يواجه إليك سؤالاً ما الذي يجب أن نفعمه الآن لإقناع الشباب الأفارقة أن لديهم مستقبل واعد في القارة بدلاً من أن يفكروا في المغادرة ونحن هنا لسنا بعيدين عن البحر المتوسط والكفاح الذي تواجهه السلطات الإيطالية المساعدات طبعاً مهمة ولكن الإدارة والحوكمة هي الأمر الأساسي ما يهمني بشأن العالم اليوم هو أننا لدينا الآن عقود من الخبرة المتعلقة بعملية الحكومة والإدارة في العالم النامي والعالم المتقدم الشيء المهم هو ما الذي يجب أن تفعله الحكومة؟ ما الذي يجب أن تفعله الحكومة؟ أعتقد أن هذا أمر سهل تعلمه ولكن صعب تطبيقه بالنسبة للدول الأفريقية لو كنا نرغب في تحقيق الرخاء الاقتصادية يجب أن نتأكد من أن هناك قواعد تشجع الاستثمار ومناخ يشجع الاستثمار وأنه عندما يأتي الناس ويحاولوا الاستثمار يعرفوا أن العقود والتعاقدات الاستثمارية سوف يتم الالتزام بها أيضاً تحسين البنية التحتية وضمان خفض الفساد وتعزيز الشفافية المالية يجب أن نتبع هذه القواعد وهذا سيأتي بالكثير من رأس المال والمستثمرين السبب الذي جعلني أهتم بموضوع الحكومة والإدارة هو أن التحدي الكبير الأدنى الذي يواجه الحكومات ليس فقط عدم مكافحة الفساد وما إلى ذلك ولكن الكفاءة كيف يمكن أن نحقق الأمور بكفاءة أعتقد البنية التحتية خاصة الكهرباء وتطوير وتنمية الموارد بطريقة ملائمة أمر أساسي آخر وأن نتأكد من أنه من يستثمر ويقوم بالدخول في مجال الأعمال في بلدكم يعرف القواعد المرتقبة ماذا عن أولئك في المناصب القيادية؟ تعاملت في إفريقيا مع بعض الدول التي يوجد فيها عدم وجود الديمقراطية وهنا مثلا هناك تأجيل الانتخابات ما هي وجهة نظرك ولا أتحدث عنك كسيالسي أود أن أتحدث عن كيف يمكن للديمقراطية وعملية الديمقراطية أن تقف أمام الإصلاح أمر أساسي أن يكون لدينا ما هو مطلوب لتحقيق الإصلاح طبعا أنا في جانب الديمقراطية والتحول الديمقراطي وكل الدول وهي تتطور ستصل إلى وضع ينتخب فيه المواطنين الحكومة ولكن في بعض الأحيان يجب أن يكون واقعين بشأن مصار التنمية في بعض الأحيان قد يكون لدينا دولة ليس لديها بنسبة 100% الأسلوب الديمقراطية الغربي ولكن بالنسبة لي أهم شيء بالنسبة للدول الأفريقية في الوقت الحالي طبعا يجب أن يكونوا ديمقراطيين ولكن يجب أن يقوموا باتخاذ الخطوات الأساسية في الحكومة بشأن الركائز التي تحدثت عنها ليعملوا بشكل كف مثلا لو نظرنا إلى الموارد في الدول الأفريقية دعونا ننظر إلى الموارد المتاحة في مصر دون الإصلاحات التي تحدثت عنها في البنية التحتية وتنمية الاقتصاد بطريقة الملائمة لن نستطيع أبدا أن نستكشف هذه الفرص إذن الديمقراطية بمفردها ليست كافية ولكن الكفاءة حكومة كف تتخذ قرارات كف إذن أعتقد أنه بالنسبة لمصر الآن مع الرئيس السيسي أعتقد أنه بالنسبة للمرة الأولى ولدي خبرة على مدار العقدين الماضيين مع مصر للمرة الأولى في ذاكرة نرى قيادة في مصر تفهم العالم الحديث المتطور ومستعدة لاتخاذ الإجراءات الملائمة المرتبطة بالعالم الحديث وهذا سيجعل مصر ترتبط بالعالم الحديث المتقدم بالطريقة الصحيحة لقد استخدمت ثلاث كلمات أولا العالم الحديث المتقدم والارتباط وكان هناك مناقشة وسيكون هناك مناقشة بعد الظاهرة بالشأن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات رواندا مثلا أحد أكثر الدول المرتبطة بباقي العالم وأود أن أسألك أنت الآن كيف ترى أن هذا أمرا معوقا للقيادة السياسية لأن هذا ساجع للناس توقعاتهم أسرع وما لم يحدث التغيير بشكل سريع فهذا سوف أدير الإحباط هذه مشكلة كبيرة أحد الأشياء الصعبة جدا بشأن الحكومة والحكمة اليوم هي توقعات الناس توقعات الناس دائما ما ستكون أسرع من أي خطوات خاصة بأي حكومة كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر يجب أن نصف للناس الرحلة وأن نأخذ الناس الشعب معنا على متن هذه الرحلة حيث قد يكون لديهم خطوات أسرع ولكن في النهاية هم سيعرفوا إلى أين يتجهوا وإلى أين يسيروا وما هي الخطوات وفي النهاية سيفهموا أن الأمر سيستغرق وقتا أتذكر عندما كنت في داونينغ ستريت وكنت في هذه الأوقات لم يكن لدينا تويتر نعم نعم ولكن تلقيت بعد ثلاثة أشهر من وجودي في داونينغ ستريت رسالة قال لي أحدهم لقد وعدت أنه سوف يتم إصلاح الخدمة الصحية أنت الآن موجود منذ ثلاثة أشهر أين التحول الذي حدث إذن الناس اليوم خاصة مع شبكات التواصل الاجتماعي التي فعلا لها تأثير مضاعف من الإعلام التقليدي لديهم توقعات كثيرة والطريقة الوحيدة للتعامل هو أن تكون مباشرا وأمينا أن الأمر سيستغرق وقتا ولكن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه هذا المنزل على التل في تلك الجهة هو المقصد الأخير ويجب أن يفهموا أن بعض التغييرات تستغرق وقتا في 2011 كنا نجلس في القاعة البيضاء وكنا نستمع من الحكومة البريطانية إلى بعض الضغوط التي تواجهها كيف يمكن أن ندير هذه الضغوط؟ أن نبدأ في الحديث مع الناس ونقول لهم لدينا هذه المشكلة افهموا ما لدينا أم أن يكون لدينا هذه الطريقة السلطوية الدكتاتورية ونقول لهم هذا هو ما سيحدث يجب أن نكون مباشرين وهذا هو التناقض في السياسة نحن نعيش بسبب وسائل التواصل الاجتماعي في عالم كل شخص لديه صوت ويعبر عن أفكاره وإذن الناس الآن لديها القدرة على أن يقوموا بعمل بيانات وأن ينشروها في كل مكان إذن على جانب لدينا الآن ضغوط أكثر على السياسيين ولكن التناقض هو في نفس الوقت الجمهور بشكل عام أصبح أثر منطقية ويفهمون أن القادة يجب أن يقودوا وهذا ما أعتقد أنه مهم جدا مظاهرات الشوارع ليست سياسة حسنا وأيضا قضية ثار على تويتر ليست الحكومة وفي نقطة من النقاط أعتقد أن الناس سيستجبون إلى القائد ويقولوا أن دور القائد هو أن يقول نعم ولا هذا ما سأفعله وهذه الطريقة التي سنفعلها بي أعتقد أن الناس سيثقون في قائد يتحدث بهذه الطريقة ولكن إذا كان هناك قيادة ليست قائدة فهذا لن يكون أمرا حكيما أنت تتعامل مع الكثير من الدول الأفريقية الآن هناك شيء موجود في المبدأ الذي تدفع إلى التطبيق في الحكومات الأفريقية وفي كل مكان أن يكون لدينا الأشياء الأساسية بشكل ملائم وهذا سوف يجعل ما هو مستحيل ممكن ما هي الحيرة أو ما هو الطريقة الذي يجب أن تسلقه مصر يقول سيد توني بلير وضع الأولويات مثلا يمكن أن يكون هناك تقرير يقول أن مصر في ألفين وثلاثين سوف تبدو بهذا الشكل وكان هناك بعض تقارير لبعض الدول التي كانت تقول أن هذه رؤيتنا حتى عام الفين وخمسين مسافة بعيدة جدا الشيء الصعب بشأن الحكومة هي من أين نبدأ؟ لدينا كل هذه المشكلات من أين نبدأ؟ ما أحاول أن نفعله وما حاولت أن أقوله وأننا لا يمكن أن نفعل كل شيء في نفس الوقت ما هي أول خمسة أو ستة أولويات يجب أن نبدأ بها؟ في مصر هناك بعض الإجراءات التي اتخذت مثل قانون الاستثمار والدعم وما إلى ذلك ولكن ما هي الأشياء الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية التي يجب أن نبدأ فيها على الفور أو نبدأ في التدريب عليها؟ عملية وضع الأولويات هو ما أسميه بـ 3P الـP Prioritization أيضا وضع الأولويات وضع السياسات وأيضا تقديم وتقييم الآداء وضع الأولويات أمر صعب الناس دائما ما يتحدثون عنه على أنه أمر سهل ولكنه في الواقع صعب جدا هو يعني أن الحكومة منذ البداية لديها تركيز على ما هو مهم لا يوجد أي حكومة يمكن أن تعمل في فترة واحدة فقط لو رغبت في تغيير دولة يجب أن يكون لديك الوقت ولهذا يجب أن نبدأ بأولويات ونأخذ الناس معنا على الرحلة وبعد أول فترة في الحكومة يمكن أن تقول للناس أعرف أن الطريق لا يزال طويل ولكننا حققنا بعضا منهم أنت لن تتعامل مع الموظفين الحكوميين بعد هذا اليوم وقد كان لدينا مناقشات حول طريقة عمل الموظفين الحكوميين وأنها مشكلة كبيرة لأنهم يعرقلون الأمور والوزير قال لدينا أن الأمور تسير بشكل رائع على الرغم من أنه موجود فقط منذ سبعة أشهر ما هي نصيحتك بشأن كيف يمكن للخدمة العامة والموظفين الحكوميين الذين دائما ما يكونوا مقاومين ومحافظين كيف يمكن أن نشجعهم على أن يفهموا أن هناك طريقة جديدة لأداء الأمور في البرامج التلفزيونية التي تعرفها في بريطانيا دائما ما يكون لدينا موظف حكومي ورئيس الوزراء البريطاني ويكون هناك حوار كوميدي ولكن أنا دائما ما أصفه أنا ليس حكومي ولكن فيلم وثائقي أنا دائما ما أرى نفسي على أنني دائما أقدم فيلما وثائقيا عندما يقول لك موظف حكومي سيدي رئيس الوزراء هذا القرار فعلا شجع جدا دائما ما أشكر في نفسي هل يمكن أن نحول هذا إلى الثقافة المصرية؟ البيروقراطية أمر عالمي كيف يمكن أن نغيره؟ طبعا نحتاج إذا كان هناك حاجة إلى أن نأتي بأشخاص من الخارج وأن نعطي الموظفين الحكوميين وهم موجودين داخل الحكومة هناك بعض الموظفين الحكوميين الذين يرغبون في أن يكونوا أداة للتغيير ولكن يجب أن يكون هناك قيادة قوية ولا تدع النظام يديرك أنت من يدير النظام ما يقوله المستثمرين وما استمعنا إليه من السيد سويرس وأخرين عقلية أولئك في المناصب القيادية في الحكومة هل يمكن أن يسيروا بوتيرة التغيير المطلوبة؟ يجب أن تختار الناس بحرص وأنا من الخارج أم من الخارج؟ من الخارج ومن الداخل وجدتهم مفيدين جدا ومتعاونين وفي فترتي الثانية بدأت الاستعادة من الناس من الخارج لو اخترت الناس الملائمين سيدخلوا في شركات الموظفين الحكوميين أيضا يمكن أن يكونوا مساعدين ولكن يحتاجوا إلى توجيهات ويجب أن يدركوا أنهم لن يجعلون ننتظر وأعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا البيروقراطية الحديثة تعمل بشكل ملائم ولكن لا تترك النظام كما هو عليه الآن لأنك لو فعلت هذا ستجد الأمر صعب جدا لتحقيق التغيير هل يمكن أن يعرق الإصلاح؟ طبعا طبعا أحد ركائز الإصلاح إصلاح طريقة عمل الحكومة في القطاع الخاص مثلا إذا لم تحقق الإصلاح والتغيير في هذا العالم المتغير ستخرج من مجال الأعمال أما في القطاع الحكومي فإنه لا يسير بهذه الطريقة أبدا حتى لو لم تتغير وتحقق الإصلاح ستظل موجودا إذن ما هو مطلوب هو أنه كجزء من عملية الإصلاح الإصلاح يجب أن يبدأ بإصلاح الحكومة لو تغير العالم كله حولنا الحكومة أيضا يجب أن تتغير سؤال أخير كان هناك الكثير من الملاحظات من كبار السياسين في كل أنحاء العالم الذين كانوا موجودين معنا اليوم والأمس تحدثوا عن الحاجة إلى أن يكون هناك أمن اقتصادي جديد في ظل الإرهاب الذي نشهده الأمن الاقتصادي هل يمكن أن يواجه العنف والإرهاب الذي تحدث عنه الكثيرون في الواقع السبب الذي جعل الكثيرون يأتون إلى مصر الأمس واليوم وغدا السبب هو أنني أعتقد أن الناس استيقظوا على حقيقة أن مستقبل مصر هو أيضا مستقبل أوروبا والغرب ومستقبل باقي العالم وسبب أنه من المهم جدا أي أن كانت الانتقادات لدى الناس سبب أهمية دعم الرئيس ودعم مصر في هذه المرحلة أنه إذا ما وقفت مصر كمكان متسامح منفتح على العالم هذا سوف يكون له تأثير على باقي الإجراءات الأمنية وسيكافح ويحارب هؤلاء وسوف يعطي فرصة لعدد كبير من الشباب الذين يحتاجون فعلا هذه الفرصة إذا الأمن الاقتصادي هو نوع جديد من أنواع الأمن؟ نعم صحيح تماما وسيعتمد هذا على الحكومة وأيضا على الإرادة الجيدة للشعب شكرا جزيلا توني بلير شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا